المعارك والاستهدافات المتبادلة مستمرة بوترة متصاعدة بين القوات الروسية والأوكرانية وسط مؤشرات على ارتفاع حدة التصعيد بين الطرفين في الفترة المقبلة جراء النبرة الحادة لتصريحات مسؤولي البلدين وغياب أي أفق للتفاوض على إنهاء الحرب ففي مدينة الفيف غربي أوكرانيا أعلنت السلطات إصابة شخص جراء قصف جوي روسي وقال حكم الفيف مكسيم كوستيسكي في بيان على تيليجرام إن انفجارات عديدة هزت مناطق في المدينة إثر قصف روسي بطائرات مسيرة القصف الروسي شمل كذلك مقاطعة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وقال رئيس بلدية المقاطعة إنها تعرضت لهجوم روسي بالصواريخ الباليستية لكنه لم يشر لوقوع أي إصابة من جانبه أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر منصة تيليجرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا واحدا من طراز إسكندر فوق مدينة كريبيري وسط البلاد إلى جانب إسقاطها كذلك 27 مسيرة من أصل 30 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في المقابل تواصل القوات الأوكرانية محاولات استهداف المناطق الروسية ولسيما الحدودية حيث أعلن حاكم منطقة بيليغرود الروسية فياتشيسلاف جلاتكوف على تيليجرام إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت ثلاثة أهداف جوية يوم الاثنين فوق المنطقة الواقعة بجنوب روسيا مشيرا إلى وقوع أضرار بشبكة الكهرباء ترجمة نانسي قنقر